بعد تحضير الوجبات المختلفة يجتمع هؤلاء الشباب هنا استعداداً لتوزيع أكثر من مائة وجبة صحور على مفترش الطرق والمحتاجين رافعين عنهم الغبن في شهر رمضان المبارك عندنا 120 وجبات قريباً 150 وجبات يومياً نقدموها الصحور المفترشين الطرق والمرضى والأطباء والرجال والشرطة وجبة الصحور تكون من مسفوف بالزبيب والجلبانة مع البن الرايب والماء ومن هناك نبدلولهم الميوني بشميك الروج ندولهم بريوش بالياورت بريوش بقاوح ليب كل اخترا كيفاش لازم قاعدك نديروا اليد في اليد بش نلحقوا لهم كل يوم إن شاء الله نلحقوا لهم المكلة تحهم الأكل تحهم بس كي وغير كاين بزاف نصرهم محتاجين وكي ما شفتوا كاين بزاف نصرهم تشردين الله يكتر خير المحسينين وحنا مدى بينا إن شاء الله نديروا اليد في اليد بش نزيدوا نلحقوا لهم النوعية تكون خير في جولتنا مع الشباب بين الأزقة يصادف كهؤلاء المحتاجون في العراء مفترشين الأرصفة وغطاؤهم سماء في وضعية مزرية منتظرين هؤلاء الشباب وقت الصحور يا أخيات أحنا الناس رمي يجيبوني المكلة يا خارك يا ربي رمي يجيبوا حاجة واحدة قراءة يعني مليحة المكلة يجيبوني الصحور يجيبوني الفطور يجيبوني كل هذا المقبل اللي رأنا فيه نطلب إن شاء الله من المسعولين اللي رأهم يعبوا علينا ويشوفوا فينا يعني يخافوا فينا خاف رب العالمين يصروني يعطوناك سكن يعطوناك حاجة لأننا نصطر فيها وإحنا نكملوا أيامة اللي كتبنا رب العالمين وسعى لها قال لا إله إلا محمد رسالله محسنون بادر للخيرات بوجبات صحور ترفع القليل من معاناة هذه الفئة خاصة في فترة تزامن فيه شهر رمضان المبارك مع جائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا